انتشار ظاهرة الكتابة على الجدران المحاذية للشوارع والأماكن العامة والأعمدة وشخصات المرورة والسلامة العامة كانت محل شكوى أهل العقبة لما تسببه من تشوهات لصورة المدينة أمام ساكنها وروادها التقرير التالي والتفاصيل ظاهرة وصفت بالسلبية تمثلت بالكتابة على الجدران المحاذية للشوارع والأماكن العامة والأعمدة وإشارات السلامة العامة والتي تشهد انتشاراً كبيراً في محافظة العقبة حيث اشتكى سكان ورواد المدينة من هذه الظاهرة التي تشوه جمالية المدينة هذا منظر يعني أنا ما بعرف ليش الأهل بيسمحوا أو هيك برب أولادهم على شغلات يعني كتابات على الجدران إشي يعني غير حضاري وغير لائق يعني فهذا يعني الحكي يعني مرفوض نهائياً والمفروض أنه متابع على الإشي هذا سكان محافظة العقبة السياحية اشتكوا من انتشار تلك الكتابات في الشوارع ورأوا أن انتشارها انعكس سلباً على الصورة الجمالية للمدينة البحرية إضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة مبينين أن عملية إزالة الكتابات صعبة حيث طالت المواقع الأثرية والأماكن السياحية المنتشرة في أنحاء عديدة من المحافظة نحن كونا قبال المدرسة يعني بنشوف الحالة اللي بتصير وبشخبطوا بهذا وبنطلوا داخل المدرسة وبالعبوا ستين ثلاثة جوا وبالعبوا فوضى وقايمة تشوه بصري في المدينة وانعدام الرقابة الفعلية والقوانين الرادعة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي شملت الإعلانات التجارية وتعداه ذلك إلى جدران المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بانتظار إيجاد حل للحد من هذه المشكلة اشتركوا في القناة